السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنا عايزين نساء الفضل بك يا عم الشيخ بنسبة القول السفيان الثوري يجوز النظر الى زينة النساء اهل الزمة في بعض الزميل في الجامعة استدلوا بدا القول على جواز النظر للمرأة الاجنغية هذا هذا القول لا اعلم ثبوته عن سفيان الثوري ولكن عند ما هو اقوى منه معارضا له اذن له قال في اية عامة قل للمؤمنين يغض من ابصرهم وورد عن الحسن البصري انه سئل عن النظر الى شعور اهل الزمة فقال اصرف بصرك والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك سئل عن نظر الفجاء فقال اصرف بصرك نصوص عامة تأمر بغض البصر وتنهى عن اطلاقه والله اعلم